احنا طبعا في ذكرة عظيمة وهي ذكرة فتح مكة صلوات ربي وتسليماته على حبيبه ومصطفاه الذي فتح مكة بالرحمة والنور استاذة هنا حضرتك بتسألي عن فتح مكة طيب فتح مكة عماتا باختصار شديد للموضوع طويل في السيرة النبوية التاريخ بتاعه أو المناسبة بتاعته هو طبعا وقع في عشرين من رمضان سنة تمانية هجرية عشرين من رمضان سنة تمانية هجرية تم فتح مكة وفتح مكة هو ده تابع لصلح الحديبية لأنه هو مترتب على صلح الحديبية صلح الحديبية ده كان في السنة السادسة من الهجرة يعني قبله بعامين تقريبا النبو صلى الله عليه وسلم تصالح مع قريش وبشروط معينة ويعني موضوع طويل لكن في الآخر هم أخلوا بهذه الشروط ده السبب بقى جماعة ده السبب لفتح مكة إيه السبب ما هو نبو صلى الله عليه وسلم بل هو كان الرحيم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رأوف الرحيم وغير المؤمنين كمان فكل شيء لسبب فكان سبب فتح مكة وستاذة هنا إن طبعا قريش بعض قبائلها نقضت الاتفاقية أو المعاهدة اللي كانت بينهم في صلح الحديبية بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ده ترتب عليه بعد ذلك أن يجهز النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف مقاتل ليدخل مكة ولا يريدوها حربا نعم إن نبي صلى الله عليه وسلم أراد نعم داخل الحج ده في صلح الحديبية قبله بعامين لكن الكريش منعتهم والنبي صلى الله عليه وسلم بزكاءه ونظرته لمستقبلية ارتضى أنه يرجح هذا العام من ضمن الشروط ولم يدخل مكة ورجع في هذا العام ولم يحج ولم يعتمر لكن أصلا يعلم جيدا أن الناس الذين تبع قريش قابلة خزاء قابلة بنوبك ستنقض العهد ودعا يكون سبب كفيل أنه يدخل مكة بعد ذلك فكانت الأمور في مسارها الطبيعي أو بزكاء من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكله صلى الله عليه وسلم يعني زكاء ومشاء الله يعني نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل جميل كل جميل نتعلمه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم ألا يسفقوا دما ولا ينتهكوا محرما وبدليل أن أحد قواد الجيش اللي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد لما قال اليوم يوم الملحمة اليوم يوم الملحمة اليوم تنتهك الحرمة فالنبي صحح له المفهوم وقال اليوم يوم المرحمة شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم يوم المرحمة مش ملحمة احنا مش جايين نتقاتل ولا جايين دماء ولا جايين لا اليوم يوم المرحمة وده أعظم درس نستفيده من فتح مكة بمناسبة أننا في ذكرى فتح مكة في العشرين من رمضان يعني تقريبا الوقت قريب من بعضه جدا فعايزين نتعلم يا جماعة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدروس المستفادة أقوى درس ومن أجمل الدروس اللي احنا بنتعلمها من فتح مكة هي الرحمة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا تصورت على ذلك المشهد والنبي داخله لا يريده حربا مع أن النبي معه عشرة ألف مقاتل يعني عشرة ألف مقاتل ليس عدد قليل يعني كافيرا يصنع حربا يعني ويشعلها نارا لكن ناصرهم أوصاهم أن لا يقاتلوا أحدا ولا يبدأوا بحرب أبدا وبالفعل داخل النبي صلى الله مكة والحمد لله لم يجترق أحد من المشركين أن يقاوم نظرا ليه للعدة عشرة ألف مقاتل إلا طبعا بعض منهم طبعا وسيدنا خالد بن رديد تصدى له وقاتل بعضهم بعض منهم هم يعني اللي هو عطارد وسيدنا خالد بن رديد يعني تصدى لمجموعة دي وتم له الحمد لله السيطرة على الموقف وأكد؟ اشتركوا في القناة